توتر واحتجاجات واستنفار أمني غير مسبوق مشاهد متصاعدة تعيش واقعها معظم المحافظات تنديدا بارتفاع الأسعار وتدهور العملة وتردي جميع الخدمات في البلاد الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها من جديد لم تتوقف عند التنديد بالأوضاع المعيشية فحسب بل تطورت إلى هتافات مناوئة لوجود التحالف ودعوات عديدة إلى عصيان مدني في بعض المحافظات الجنوبية في جديد الأحداث دعت قيادات محلية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى انتفاضة شعبية عارمة في عموم محافظات ومناطق الجنوب احتجاجا على تدهور الأوضاع في كافة المجالات وتزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المشاورات السياسية وهي دعوات وتصعيد يأتي على خلفية عدم السماح لهم بالمشاركة في المشاورات مجلس الوزراء في تحركه لتدارك الوضع عقد اجتماعا لمناقشة القضايا المتعلقة بوقف تدهور العملة الوطنية ووضع مصفوفة من الإجراءات العاجلة لوقف التدهور المتسارع في محاولة لاستعادة الحد الأدنى من توازن المؤشرات الاقتصادية المصفوفة الحكومية وفي إجراءاتها الأولى أقرت زيادة مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% واتخاذ آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العمولات لتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الريال الإجراءات بحسب الحكومة ستقلص أيضا من السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية وستقلص أيضا من التمثيل الدبلوماسي غير الفعال في توجه لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي وغيره إجراءات عديدة تعتزم الحكومة القيام بها لمعالجة الانهيار لكنها وبحسب اقتصاديين لا تكفي لإنقاذ الاقتصاد وتدارك الوضع المتصاعد طالما لا تزال الأطراف الإقليمية تسير في حرب لا أفق فيها وفي خضم أزمة مترامية صنفت من أسوأ وأشد الأزمات الإنسانية قساوة في العالم